بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين طاهرين وصلنا إياكم إلى الجزء الثاني من فعاليات اليوم الثالث المراجعة المركزة ومثل ما وعدناكم قبل الاستراحة قلنا هذا الجزء رح يكون مخصص إلى المعدلات الزمنية related of rates وسولفنا في نهاية الجزء الأول عن خطوات الحل العامة والملاحظات العامة وقوانين الأشكال الهندسية ومباشرة رح ندخل بالأسئلة والأمثلة الخاصة بالمعدلات الزمنية ما يخص طلاب مدارس المتميزين هنا بعض المصطلحات اللي رح تحتاجوها في الأسئلة كل الأسئلة اللي رح نعرضها هي باللغة العربية ولكن أهم المصطلحات اللي ممكن تجينا في السؤال هنا rate of change معدل تغير moving down يتحرك للأسفل moving away يتحرك إلى الأعلى with respect to time بالنسبة للزمن increases at a rate يزيد بمعدل decreases at a rate يتناقص بمعدل وهكذا بعض المصطلحات اللي رح نحتاجها ضمن موضوعنا وهذه المصطلحات كلها موجودة عدكم بالملزمة الآيس هو الثلج أو الجليد الهيئة هو الحرارة mentions يحافظ من يقول لي يحافظ على شكله metal اللي هو معدن solid اللي هو solid coverd مغطى لاير طبق thickness اللي هو السمك والتانك اللي هو الخزان level مستوى field مملوء وهكذا المصطلحات اللي موجودة أمامكم رح نحتاجها في ترجمة الأسئلة اللي رح تعرض باللغة العربية إذن هنا أول سؤال رح يكون عندنا مكعب من الثلج يذوب بالحرارة بحيث يحافظ على شكله مكعبا إذن أول ما أستلم السؤال وصلتني رسالة مستعجلة تقول لي أريدك ترسم لي مكعب إذن هنا أروح أبحث عن المكعب إذن هنا هذا هو المكعب إذن رسمت المكعب إذن بعد هذا هو المكعب مثل ما تشوفون والمكعب فيه طول وعرض وارتفاع والطول يساوي العرض ويساوي الارتفاع إذن معناها رح أجي أرسم مكعب بالطريقة اللي أعرفها إذن هنا أكو طالب يقول لي شلون رسمت المكعب بالتفصيل أقول للأمور بسيط إذن ترسم لي مربع إذن أحاول أرسم مربع إذن هنا هذا خلي يكون مربع بهذه الصورة ورح أجي أرسم مربع بداخله إذن هنا هذا رح يكون المربع بهذه الصورة وبعدياً أوصل بين الرؤوس إذن هنا صار عندي مكعب إذن طريقة رسم المكعب بهذه الصورة إذن يقول لي هذا المكعب يذوب بحيث يحافظ على شكله مكعبا إذن رح أرسم مكعب إذن رح أقول أكس إذن رح أقول أكس وهنا رح أقول أكس خلوها بالكم معلومة مهمة جدا أي بعد من الأبعاد إذا كان في حالة تغير يثبت على الرسم متغير حرف أما إذا كان ثابت يثبت على الرسم عدد زين هنا دي يقول لي هذا المكعب كله في حالة تغير إذن الطول والعرض والارتفاع إذن كله في حالة تغير سمية أكس أسئلة المعدلات الزمنية أول ثلاث درجات تحصلوها بالمعدلات الزمنية هي على الرسم على يمين الورقة المعطيات والمطلوب يكون أسفل الرسم أو على يمين أو يسار الرسم الفرضية تكون على يسار الحل إذن حصلنا ثلاث درجات السبع درجات رح تكون على ما تبقى من الحل زين فإذا كان معدل تغير حجمه يساوي ثلاثة متر مكعب الثانية إذا الحجم أنا سميته V إذن إش رح أقولي هنا رح أقولي DV على DT يساوي سالب ثلاثة زين هو قالي ثلاثة أنا ليش كتب السالب ثلاثة لأنه في حالة ذوبان جد معدل تغير مساحته السطحية إذن المساحة السطحية إذا سميتها A إذن هنا رح أقول D A على DT هذا مجهول إش وقت في اللحظة التي يكون طول حرفة يعني طول ظلعة يساوي ثمانية متر إذن معناها رح أقول X تساوي ثمانية إذن نفرض أكتبها كتابة نفرض الحجم V المساحة السطحية A طول الظلع X رسمت ثبتت المعلومات جو الرسم إذن ضمنت ثلاث درجات إذن أول شيء الفراضية نفرض الحجم V نفرض المساحة السطحية A ونفرض طول الظلع X أكتبها كتابة إذن أنا إذا أكتبها على السريع من أجل السرعة وصار عندي ثلاث درجات سأبدأ بالحل زين الملاحظة الرئيسية تقول لي إذا علم أو طلب معدل تغير قانون لشكل هندسي فإن ذلك القانون يمثل العلاقة الأساسية في السؤال خطوات الحل أول خطوة فرض المتغيرات بأسماء معينة ثاني خطوة إيجاد علاقة بين المتغيرات السفاط ما تسأل عتشات تقول إذا كان الشكل مجسم يحتوي على ماء إذن هنا نرسم شكل مجسم ونرسم الماء بداخله يعني هسه هذا المكعب إذا كان بداخله ماء شنون رح يجي أرسم الماء بهذه الصورة إذن الماء رح يرسم بهذه الصورة ورح نشوف بعد شوية الشكل إذن هسه إذا علم أو طلب معدل تغير قانون لشكل هندسي فإن ذلك القانون يمثل علاقة أساسية إذن في هذا السؤال علم معدل تغير الحجم وطلب معدل تغير المساحة السطحية يعني وصلتني رسالة مستعجلة تقول لي اكتب قانون الحجم واشتق واشتق قانون المساحة السطحية واشتق إذن هنا ما أريد أطول عليكم خلي نشوف الحل بشكل مباشر إذن حجم المكعب هو طول الضلع تكعيب كل متغير وأؤكد على كلمة متغير كل متغير يتم اشتق نكتب على يمينه دي لإسم المتغير على دي تي إذن مشتقة البي وراء اكتب البي على دي تي و اكس تكعيب اشتق اشتق اثناء اكس تربيع وراء ما كملت اشتق اشتق اكتب الدي اكس على دي تي الدي في على دي تي معلوم سالب ثلاثة الدي معلوم هو ثمانية طلعت الدي اكس على دي تي يساوي سالب واحد على 64 زين هو ما يريد مني معدل تغير طول الظلع لو قاعد يلي بالسؤال جد معدل تغير طول الظلع كان انتهي حل السؤال لكن دي يقول لي جد معدل تغير المساحة السطحية اذن اكتب قانون المساحة السطحية للمكحب سؤلفناها قبل شوية شن المشتقة مالتها رح اصير دي اي على دي تي تساوي اثنعش اكس دي اكس على دي تي ال اكس عندي ثمانية الدي اكس على دي تي استخرجتها تعويض مباشر طلع عندي دي اي على دي تي يساوي سالب ثلاثة على اثنيا متر مربع بالثانية اذا هذا رح اقول علي معدل تغير rate of change of total area او surface area يبقى هنا الملاحظة المهمة جدا اذا اقل لي جد معدل تغير الجواب يطلع موجب يطلع سالب انا اسميه معدل تغير اذا اقل لي rate of change معدل تغير اما اذا اقل لي معدل زيادة والجواب طلع موجب الموجب يسمى تغير ويسمى زيادة لكن اذا اقل لي جد معدل نقصان جد معدل نقصان بوجود السالب يسمى تغير بعد حذف السالب يسمى نقصان يعني هذا السؤال اللي موجود امامكم لهنا ينتيح للسؤال لكن لغا اللي يجد معدل نقصان مساحة السطحية rate of decreases of surface area او total area اذا اضيف خطوة بعد للسؤال اقول معدل نقصان المساحة السطحية يساوي 3 على 2 متر مربع بالثانية اللي يعدها اي سؤال على هذا التفصيل خلي تسأل قبل ما انتقل الى السؤال الثاني استاذ اذا طلب بالسؤال معدل تغير وكان الناتج سالب نزل الاشارة السالبة او لا نعم اذا قل لي معدل تغير طلع الجواب موجب طلع الجواب سالب اسمي تغير لكن اذا قل لي معدل زيادة لازم يطلع الجواب موجب فهذا اذا طلع الجواب النهائي موجب يسمى تغير ويسمى زيادة فاذا قل لي جد معدل تغير اقول لهذا معدل تغير اذا قل لي معدل زيادة اقول لهذا معدل زيادة يعني ما غير شيء لكن اذا طلع الجواب سالب اذا قل لي معدل تغير اقول له خلاص هذا معدل تغير اذا قل لي جد معدل نقصان اضيف خطوة جديدة من عندي اقول معدل نقصان والغ الاشارة السالبة بعد اللي اعطيها سؤال الروح الى السؤال الاخر صفيحة مستطيلة من المعدن مساحة 96 سنتيمتر مربع يتمد طولها بمعدل 2 سنتيمتر بالثانية اذا هنا وصلتني رسالة مستعجلة تقول لي ارسم المستطيل ارسم المستطيل هسا انا ارسمت مستطيل اذا هذا اكس وهذا واحد رح اجي افرض الطول هذا سميت اكس والعرض هذا سميت y اذا الان سميت اكس والوث سميت y اريد طالبة من عدكم السؤال موجود امامك وتقول لي شنو المعلومات اللي رح ثبتها جو الرسم شنو المعلومات اللي رح ثبتها جو الرسم نعم فاطمة علي نعم استطيل اول شي المساحة الاي هي ثابت تساوي 96 اذا اقول اي تساوي 96 وهذا رح اكتب بين قوسيا ثابت والمتميزين اكتب كونستان بعدين يتمد بطولها يعني تغير بطول dx على dt تساوي 2 اذا معناها رح اقول dx على dt يساوي 2 اذا بعد والdy على dt مجهولة اذا رح اكتب dy على dt ورح اخلي مجهول علامة استفهام اذا والy يساوي 8 عندما يكون ال-y يساوي 8 اذا يصير هنا اكتب 8 استاذ الرسم اي هو 8 متغير اذا ما يصير كتبة بالرسم عدد اذا هنا كل ما يرد بعد كلمة عندما او في اللحظة كل ما يرد بعد كلمة عندما او في اللحظة هذا يعد متغير والمتغير على الرسم يثبت حرف وخارج الرسم يثبت عدد يعني خطأ ان اكتب هنا 8 خطأ جدا ازيان هسا هذه المعلومات اللي موجودة امامك الفرضية فرضتها قدرين تقول لي لي شو اكمل الحل يستط اول شي نكتب القانون القانون المساحة القانون المساحة اللي هو الاي تساوي اكس في واي زين من رح اكتب الاي تساوي اكس في واي انا رح اسمح لك تكتبي لي اي ولكن الاي لازم تعوضيه لان ممنوع ثابت ابقي حروف اذا ايش رح يصير 96 اي يساوي اكس في واي اذا هذه العلاقة بعد اي استاذ انا قيمة الاس عندي معلومة قيمة الواي عندي معلومة اي استاذ كان عن وضحة يعني من الواي تساوي ثمانية يعني اش رح يصير عندي يعني رح يصير عندي الاس تساوي 96 تساوي ثمانية واي يعني معناها الواي عفوا 96 تساوي ثمانية اكس اذا معناها الاس هذي رح اصير عندي الاس تساوي 11 ازيان بعد استاذ وراها اشتاق شون المشتاقة اه ثابت مشتاقتها صفر زيان الاس مضروبة في واي يعني شون اشتاقة التانية اكس دي زيان اذا الاولى في مشتقة تثانية اكس في دي واي على دي دي زائد الثانية من الخط الاولى زائد y في دي اكس على دي زيان كلها معلومة عندك استاذ الـ X معلومة زين والـ Y على DT والـ Y هو رائد زين الـ Y معلومة و DX على DT معلومة زين استاذ رح أجي أستخرج الـ Y على DT زين الـ Y على DT رح يطلع السالب زين مع السالب ما أسميه وبدون السالب ما أسميه استاذ ويا السالب معدل تغير نعم وإذا متالب يعني نحاوله بمجر يكون معدل نقصان رح يكون معدل نقصان إذن هذا الحدي اللي حديناه إذن معناها هذا الـ Y تساوي X Y ويفضل بأن هنا أكتب ويؤدي إلى هنا 96 تساوي X Y حتى ما بقيه A حتى لا أتوهم وأنا أقول D-A على DT زين هس هنا طلع الـ Y على DT سالب 4 على 3 زين هو لا يريد مني معدل نقصان أما أقول له معدل نقصان العرض يساوي 4 على 3 سنتيمتر بالثانية أو أقول للعرض يتناقص بمعدل 4 على 3 سنتيمتر بالثانية تشوفون هذا السؤال جاء بالوزاري في أكثر من مناسبة نصا وإجا في مناسبات أخرى بتغيير بالأرقام أم كان ما يقول لي يتمدد طوله بمعدل يقول لي يتمدد عرضه بمعدل أم كان ما يقول لي عندما يكون عرضه يساوي 8 يقول لي عندما يكون طوله يساوي 12 إذن هنا كل الأسئلة رح تنحل بنفس الإسلوب إذن هذه السؤال وزاريا المساحة نفس المساحة 96 قال لي يتمدد عرضها بمعدل 2 هنا قال لي يتمدد طولها بمعدل 2 زين عندما يكون طولها يساوي 12 هنا قال لي عندما يكون عرضها يساوي 12 جد معدل تناقص العرض هنا قال لي جد معدل التغير في الطول يعني طلع موجب طلع سالب خلاص هذا أسميه تغير مرة أخرى من إجابة الامتحان الوزاري المساحة مكان ما 96 سواها 192 يتناقص العرض مكان ما 2 سواها 4 على 3 مكان ما يقول عندما يكون عرضها قال لي عندما يكون طولها إذن الطالب اللي فاهم الفكرة ما ينخاف علي التعويض رح يكون مباشر ولكن المهم والمهم جدا الرسم المعلومات جوا الرسم الفرضية أحصل لثلاث درجات وبعدين أروح أبحث عن الدرجات السبعة جدا السؤال الآخر مكعب صلد طول حرفه 8 سنتيمتر مغطى بطبقة من الجليد بحيث يحافظ على شكله مكعبا فإذا بدأ الجليد بالذوبان بمعدل 6 سنتيمتر مكعب الثانية فجد معدل النقصان في سمك الجليد إذن هنا thickness of ice في اللحظة التي يكون فيها سمك الجليد يساوي 1 سنتيمتر عندي طريقين لرسم هذا السؤال طريق الأول أرسم مكعب صغير ومكعب شبير واحد ببطن الثاني الطريق الثاني لأ رح أجي أرسم بمنظار جانبي يعني أرسم مربع بهذه الصورة مربع ماكو داعي أرسم مكعب أرسم مربع بهذه الصورة وبعدي أرسم مربع آخر سأعني رح أطيف لون آخر أنتو بالامتحان ما ممكن تختارون أكثر من لون إذن هنا صار عندي بهذه الصورة وإش رح أسوي المكعب الزغير رح أجي أطل أضلاع ما تشوف دا أنظر لمن منظار جانبي بهذه الصورة زين والمكعب الشبير أيضا هنا كأنه دا أنظر لمن منظار جانبي بهذه الصورة إذن هنا هو مكعب واحد ببطن الثاني لكن أنا دا أبوع من جهة جانبية أسميه مقطع عرضي مقطع جانبي المكعب الأسود طول ظلع ثمانية هذا هو ثمانية محاط بطبقة من الجليد إذن معناها رح يكون منا إلى هنا هذا ثمانية وعندي سمك من الأطراف كلها من كل الجوانب عندي سمك رح أجي أفرض سمك الجليد يساوي X سمك الجليد رح أسميه X إذن المتغير منه حجم الجليد في حالة تغير وسمك الجليد في حالة تغير رح أجي أفرض سمك الجليد X وحجم الجليد يساوي V أريد طالبة من عدكم تقول لي شنو المعلومات اللي رح أثبتها جوى الرسم والفرضية قلنا سمك الجليد وحجم الجليد وشنو القانون اللي رح أكتبه كعلاقة أساسية حتى أشتق أسمع طيبة مجيد نعم نعم أستاذ طول ظلع المكعب الصغير هو ثمانية هذا اللي رح أثبته وطول ظلع المكعب ثبتها عن رسم ثمانية ثبتها عن رسم ثمانية زيان بعد طول ظلع المكعب الكبير ثمانية زاد اثنين X ثمانية زاد اثنين X هذا موجود عن رسم خوش زيان يقول لي فإذا بدأ الجريد بالذوبان بمعدل ستة شرح أكتب جوا الرسم هسا ستة دي بي على دي تي عافية وتساوي سالب ستة اذن دي بي على دي تي يساوي سالب ستة زيان فجد معدن نقصان سمك الجريد يعني شرح أكتب هنا دي اكس على دي تي مجهولة اذن دي اكس على دي تي هذه مجهولة عندما يكون سمك الجريد يساوي واحد يعني الاكس يساوي واحد في اللحظة التي يكون سمك الجريد يساوي واحد سنتيمتر اكتبت الاكس يساوي واحد اذن هذه المعلومات بالسؤال الفرضية ماتي شنو اذن هنا رح أقول سببوز او قول لي هنا سمك الجريد رح أسميه اكس وحجم الجريد رح أسميه في ازيان اريد تقول لي لي شنو القانون اللي رح أشتق هو من هو اللي دي ذوب اللي دي ذوب الجريد زيان حجم الجريد شي ساوي حجم الجريد V2 ناقص V1 من هو V2 نعم هو الجريد انا هسا عندي مكعب كبير اللي هو أحمر المكعب الأحمر وعندي المكعب الصغير هو المكعب الأسود شنو قانون حجم المكعب عموما طيبة المكعب الكبير ناقص المكعب الصغير قانون حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير إذن هذن هذن ناقص مع القانون زين المكعب الكبير اش قط طول ظلعة المكعب الكبير 8 زائد 2 اكس إذن معناه حجمه شرح يصير عندي رح يصير 8 زائد 2 اكس تكعيب زين المكعب الصغير اش قط طول ظلعة 8 تكعيب حصير إذن معناها رح يصير 8 تكعيب إذن هذا اللي رح اشتقه إذن شن الفرق بين هذا السؤال وسؤال المكعب الجريدي اللي أول مثال أخذنا أول مثال كان هو كل عبارة عن جريد هو المكعب كل عبارة عن جريد لذلك اكتبت قانون حجم المكعب واشتقيته لكن في هذا السؤال الجريد من هو بس القشر بس الغلاف الخارجي إذن اللي رح اشتقه حجم الجريد شي ساوي حجم الجريد يساوي حجم المكعب الكبير ناقص حجم المكعب الصغير المكعب الكبير هو الأحمر طول ظلعة 8 زائد 2x المكعب الصغير هو الأسود طول ظلعة 8 إذن حجم المكعب الكبير 8 زائد 2x تكعيب حجم المكعب الصغير 8 رح يصير عندي DV على DT تساوي حسب القاعدة السابعة القوة تنزل بالقوس نفسه أطرح من الأس واحد سأريد تقول لي بعد في مشتقة داخل القوس شنو مشتقة داخل القوس شنو في DV على DT ويطلب يكتب لي وينسى الـDX على DT إذن كل متغير يتم اشتقاقه نكتب على يمينه دي لإسم المتغير على DT مشتقة لثمانية تكعيب هذه ثابت صفر إذن هنا بمجرد أن اشتقيت كل شيء رح أعوض المكانة الـX موجودة عندي اللي هي واحد والـDV على DT هو سالب ستة إذن الـDX على DT يساوي سالب واحد عالميا إذا يقل لي جد معدل تغير سمك الجريد أقول لي خلاص هذا معدل تغير سمك الجريد إذا يقل لي جد معدل نقصان سمك الجريد أقول لي معدل نقصان سمك الجريد هو واحد بالمية سنتيمتر بالثانية وهذا من الأسئلة المهمة والمهمة جدا سألتوني قبل شوية بالشات إذا الشكل هندسي وبداخله مي بداخله سائل إذن شلون يرسم؟ إذن يرسم أيضا يرسم الشكل ويرسم داخله الشكل الآخر غزان مملوء بالماء على شكل متوازي سطوح مستطيلة قاعدته مربعة طولها 2 متر إذن شلون أجي أرسم متوازي المستطيلات القاعدة مربعة الرسم سهل جدا أجي أرسم مستطيل أرسم مستطيل بهذه الصورة هذه وأرسم بداخله أيضا مستطيل إذن إذا هذا رح أسوي لنسخ إذن هنا بداخله رح يكون مستطيل بهذه الصورة إذن هسه رح أجي أوصل الرؤوس إذن هذا صار عندي متوازي مستطيلات قاعدته مربعة زين يقول لي أرسم بداخل الماء شلون رح أجي أرسمه إذن هنا رح أرسم الماء بهذه الصورة إذن هذا الماء وممكن هنا نسوي نقاط بهذه الصورة إذن معناها الماء بهذه الصورة إذن هذا صار عندي شربة بلونغو بصراحة تقولولي شربة بلونغو لونه أسود دي صار أحمر لأن هذا خابط زعفران إذن صار هنا أحمر إذن هسه شنو الفرق بين هذا السؤال والأسئلة السبقة خزان مملوء بالماء على شكل متوازي مستطيلات قاعدته وربع طول الظلع اثنيا زين طول الظلع اثنيا للإناء هو اثنيا إذن للماء أيضا اثنيا إذن هنا طول ظلع الماء هو أيضا اثنيا الإناء عبارة عن متوازي مستطيلات قاعدته مربعة والماء اللي بداخله أيضا متوازي مستطيلات قاعدته مربعة اللي داي يتغير منه اللي داي يتغير هو ارتفاع الماء إذن هنا الفرضية اللي رح أفرضها شنوه رح أفرض نفرض ارتفاع الماء هو أج مو الإناء دير بالكم ما أقول ارتفاع متوازي المستطيلات اقول ارتفاع الماء يساوي H وحجم الماء يساوي V اذا هنا V يمثل حجم الماء والH هذا يمثل ارتفاع الماء ازيان فرض المتغيرات باسماء معينة فرضت منو منعدكم تبطيني المعلومات دا اثبتها جو الرسم نعم زهراء قصير نعم استاذ الانطاني الطول اللي هو X يساوينا اثنيا ثبتتها الرسم بعد ماكو دعيتها والطاني يتسرب منه الحجم حيصر دلتا V على دلتا T دي V على دي T يساوينا 0.4 هنا موجب له سالم سالم لانه يتسرب لانه يتسرب اذا سالم 0.4 جد معدل تغير انخفاض الماء في الخزان اللي هو دلتا DH على دي T اذا معناه هذا يريد مني DH على دي T هذا هو المجهول زيان بما انطاني الحجم فراح احضت قانون الحجم هو V تساوي X تربيع H زيان حجم متوازن مستطيلات القاعدة مربعة هو X تربيع H زيان لكن هذا الـ X هو ثابت ايه فراح اعوض مباشرة حيصر V يساوي 4H اذا معناها رح يصير عندي V يساوي 4H اذا هذا اللي رح اشتقي شن المشتقمات شن رح يصير عندي DV على دي T ساوينا 4DH على دي T اذا معناها مباشرة اشتقيته وبعدين عوضت تعويض مباشر شوفي هنا حتى مكتبت X تربيع H رأسا اكتبت V تساوي 4H على مودلات كل مشاكل ويا الـ X واشتقيته تعويض اذا معناها معدل انخفاض الماء في الخزان يساوي شنو يساوي 1 بالعشرة هنا متر بالساعة يعني المتر على الأول اذا هذا السؤال اجب الوزاري في اكتر من مناسبة ويعتبر من الأسئلة البسيطة جدا اللي يعدها اي سؤال وشوفوا هنا السؤال يتكرر بالوزاري مرة ثانية طول ضلع اناء مكان اثنين سوى ثلاثة يتسرب مكان ما اربعة بالعشرة سوى تسعة بالعشرة اللي يعدها اي سؤال استاذ بس ادي سؤال على القبل نعم استاذ هناك كان مربع فضفنا اثنين X نعم اي واذا كان دائرة نضيف واحد X نعم اذا ممكن يجرر شكل الاشكال اللي ممكن تجيني يعني شكل بداخل شكل لو مربع ومكعب لو دائرة او كرة ما عندي غيرها اذا مربع او مكعب فالسمك فهنا يضاف من جهتين واتعامل ويا من جهتين لكن الدائرة والكرة هو السمك هم من جهتين لكن اتعامل مع جهة وحدة ليش لان قانون الكرة وقانون الدائرة يتعامل مع نصف القطر لذلك اضيفه من جهة وحدة بالحل عند الحل السؤال الاخر متوازي مستطيلات قاعدته مربع يتغير الارتفاع بمعدل point 5 اذا الرسم رح يكون نفس هذا الرسم اذا نفس الرسم رح يجي الرسم لكن الفرق الشنور اللي رح يكون ركزوا هيا اذا رسمت متوازي مستطيلات قاعدته مربعة لكن ما رح يكون بداخل ما مثل السؤال ما قبل شوية مربعة يتغير رح يصير طول الظلع اكس والارتفاع اتش هسا منو منعتكم اتكمل المعلومات اللي رح ثبتها جو الرسم وشنو القانون اللي رح اكتبه وشلون رح تكون طريقة اشتقاقه بعد الباقين آيات حازم نعم السلام عليكم السلام آه سراح دي اتش على دي تي هو يساوي سوبر بوينت خمسة يتغير الارتفاع بمعدل اذا معناها رح يكون الدي اتش على دي تي يساوي بوينت خمسة نعم والارتفاع الاتش يساوي خمسة عندما يكون الاتش يساوي خمسة نعم ودي اكس على دي تي هو المجهول اذا معناها دي يريد مني دي اكس على دي تي اذا ثبتت المعلومات زين الفرضية قلنا هنا نفرض ورح اجيك تبطوا للضلع اكس والارتفاع اتش شنو القانون اللي رح تكتبي رح نستخدم قانون الحجم بي يساوي اكس تربيع في اتش زين ما رح اقول بي مباشرة رح اقول 320 تساوي اكس تربيع تردين تقولين في تساوي ورح تكتبي 320 ممكن اذا رأسا 320 بعد احسن زين هذا رح اجي اشتقي وشنو طريقة اكمال الحل اول اش رح اعوض الارت هي تساوي 5 زين اذا هنا رح اعوض احتاج ها فرح اعوض مكان الارتفاع تساوي 5 320 يساوي اكس تربيع في 5 اذا 5 اكس تربيع يعني معناها رح يصير عندي الاكس تربيع تساوي 64 يعني معناها الاكس تساوي 8 زين شنو رح يكون الاشتقاق سأكتب القانون مرة ثانية بس اخليه صفر هنا رأسا رح اشتق سبعا ما يكتب القانون قانون موجود قدامي رأسا رح اشتق شنو المشتق صفر يساوي اكس تربيع في دي اكس على دي تي اذا الاولى في مشتقة الثانية نعم زائد زائد اكس في اثنين اكس دي اكس على دي تي اثنين اكس دي اكس على دي تي اذا كل عندي معلوم فقط دي اكس على دي تي مجهول اذا تعويض مباشر واجي استخرج المجهول اذا صار عندي هذا الدي اكس على دي تي سالب بوينت اربعة سنتيمتر بالثانية قلت علي معدل تغير طول الاضلع اذا هذا السؤال ما موجود بالكتاب واجي بالامتحان الوزاري جدت اسئلة مشابهة الى ثلاث مرات بالامتحان الوزاري بنفس الاسلوب ولكن اكو تقديم وتأخير بالحل زين السؤال الخامس بالتمارين نعم اكو سؤال بالتمارين سؤال الثلاثة اي اكو تأكيد جوال السؤال ما افتهمت يعني زين اقريري تأكيد شنوان اقريري تأكيد اه ثم اهمال قيمة الواي تساوي الصفر لان رح نجي رح نجي بعد شوية رح نجي بعد شوية هسه هنا احنا عندنا المعدلات الزمنية اربع احتمالات هسه انا اناقش هذا الاحتمال الاول اللي به قوانين لاشكال هندسية هذا السؤال متوازي مستطيلات قاعدة مربعة شنو فرق عن كل الاسئلة الاخرى بان كلها في حالة تغير كل الابعاد في حالة تغير الحجم متغير طول الضلع متغير الارتفاع متغير اذا كلها ثبتت بالفرضية كتبت القانون اشتقيت وعوضت كل شيء مكانه وطلع عندي معدل تغير الحجم اذا قل لي جد معدل نقصان الحجم اذا استبدل الاشارة السالبة بكلمة نقصان اذا هذه الاسئلة كلها تتعلق بالملاحظة رقم واحد تقول لي اذا علم او طلب معدل تغير قانون شكل هندسي فان ذلك القانون يمثل العلاقة بالسؤال الملاحظة رقم اثنين تتعلق بالاسئلة اللي بها تشابه مثلتات السؤال الثاني بالتمارين عمود طوله سبعة بوينت اثنين متر في نهايته مصباح يتحرك رجل طوله متر وثمانية مبتعداً عن العمود بسرعة ثلاثين متر بالدقيقة جد معدل تغير طول ضل الرجل اذا من اريد ارسم السؤال اذا الرجل هو هذا طوله متر وثمانية العمود ارتفاع سبعة بوينت اثنين ده يتحرك الرجل مبتعداً عن العمود بسرعة ثلاثين متر بالدقيقة رح اجي افرض البعد بين الرجل وقاعدة العمود اكس وافرض طول ظل الرجل اللي صار امامه يساوي وي بمجرد ان ارسم هذا الرسم رح اكتشف وجود مثلثات واحد البطن الثاني الملاحظة ما تتقول متى ما عثر على مثلثين متداخلياً واحد البطن الثاني فتشابه المثلثين قد يكون علاقة اساسية وقد يكون علاقة ثانوية في هذا السؤال التشابه هو علاقة اساسية اذا من تشابه المثلثين القاعدة تقول اذا تشابه مثلثان تناسبة اطوال اضلاعهما يعني شنو تناسبة اطوال اضلاعهما يعني الارتفاع على الارتفاع يساوي القاعدة على القاعدة او الارتفاع على القاعدة للصغير يساوي الارتفاع على القاعدة للكبير وهكذا بالطريقة تعجبكم إذن واحد وثمانية ارتفاع المثلث الصغير على ارتفاع المثلث الكبير سبعة بوينت اثنين يساوي قاعدة المثلث الصغير Y على قاعدة المثلث الكبير هو X زائد Y واحد وثمانية على سبعة وثمين تختصر واحد على أربعة طرفين يساوي وسطين الواي حولته إلى الطرف الآخر أربعة Y ناقص Y ثلاثة Y إذن هو التشابه رح يمثل علاقة بالسؤال اشتقيت اشتقاق اعتيادي مستقة الأكس ودي أكس على دي تي رح يصير ثلاثة دي وي على دي تي إذن معناها دي وي على دي تي يساوي عشرة متر بالدقيقة إذن هذا يمثل معدل تغير طول ظل الرجل هذا السؤال ما التمارين ده الشوفون إجاب الوزاري سبع مرات نصلا وإجافة ثلاث مرات بتغيير بسيط بالأرقام كلها بنفس الاسلوب لكن نعم نحن نريك ترجع على داخل السؤال نعم إذا سوتها سبع بوينت اثنين تقسيم واحد بوينت اثمانية يعني قلبت الكسر يطلع نفس الجواب نحن قلنا تناسبة أطوال أضلعهما إذا أردت أقول سبع بوينت اثنين على واحد بوينت اثمانية لازم شاقل أقول أك زائد واي على واي فيطلع نفس الجواب إذن نعم نعم أستاذ بالنسبة للوحدات يعني هسا بالأسطوانة أنت قال يفضل هل يفضل يعني أنه مضروري أسوي وحدات أو أحده الوحدات إذا في كل الأسئلة كل أسئلة المعدلات الزمنية يجب أن تكون الوحدات موحدة إلا إذن هذه الإلا أداة استثناء إلا في أسئلة التشابه يكفي أن تكون كل وحدتين نفس الشي يعني شنو هذا السؤال إذا أراد يجي مرة ثانية بالوزاري وفعلا إجي بالوزاري بوحدات مختلفة إذا أقولكم طول الرجل متر أو ثمانية ارتفاع العمود سبعة بوينت اثنين متر لكن سرعة الرجل مثلا أقول ثلاثين كيلو متر بالساعة كيلو متر بالساعة إذن معناها معدل تغير طول الظل هو أيضا كيلو متر بالساعة فإذا كان هذا متر وهذا متر هذا كيلو متر هذا كيلو متر جائز يعني ماكو داعية واحد الوحدات نعم إذن في أسئلة التشابه يكفي أن تكون كل وحدتين متشابهة لكن كل الاحتمالات الأخرى لغير التشابه لا لازم تكون الوحدات كلها موحدة يلا أقدر أحل السؤال سؤال المرشح المخروطي شوية هذا بي اختلاف لأن التشابه رح يكون علاقة ثانوية بالسؤال الظل سؤال الظل التشابه كان علاقة أساسية هو اللي اشتقيته لكن سؤال المرشح المخروطي التشابه هو علاقة ثانوية يعني شنو هنا علاقة ثانوية خلي أشوف هنا حل السؤال حتى أستفيد من فكرته رسمت المخروط ويدا يقول لي هذا المخروط الكبير الإناء المخروطي طول قطره ستعاش سنتيمتر إذن معناها نصف القطر هو ثمانية إذا طول القطر كل ستعاش يعني نصف القطر هو ثمانية وارتفاع عدش هو أربعة وعشرين زين يصب فيه سائل بمعدل خمسة بينما يتسرب منه السائل بمعدل واحد الآن إذا انتوا تخرجتوا من السادس رحتوا للكلية تخرجتوا من الكلية اتعينتوا في وظيفة راتبكم بالشهر خمس ملايين والصرفون منعدها مليون إذن بالمحصلة أكيد هذه الوظيفة تفيد أجلب بها ما بطل منعدها لأن أقول هنا رح يصفالي بالشهر أربع ملايين هنا نفس العملية يصب فيه السائل بمعدل خمسة بينما يتسرب منه السائل بمعدل واحد إذن صار عندي دي فيا على دي تي يساوي خمسة ناقص واحد اللي هو أربعة زين إش داي يقول لي بالسؤال جد معدل تغير عمق السائل يعني داي يريد مني دي أج على دي تي عندما يكون عمق السائل يساوي طعش العمق والارتفاع نفس الشيء زين اكتبت قانون حجم المخروط لكن يا مخروط الماء المخروطي في على ثلاثة آر تربيع أج فرضت ارتفاع الماء أج نصف قطر قاعدة الماء سميتها آر حجم الماء المخروطي سميتها في لو أكتب تشابه لو أكتب تان ثيتا بكيفي إذا هذه الزاوية سميتها ثيتا أقول تان ثيتا إذا ما رد أقول تان أقول من تشابه المثلثين بعد أحسن رح يصير قاعدة الصغير على قاعدة الكبير آر على أج يساوي ارتفاع الصغير اللي هو أج هنا آر عفوا هنا ممكن أقول آر على ثمانية قاعدة على قاعدة يساوي أج على أربعة وعشرين صحيح ممكن لا أقول قاعدة الصغير على ارتفاع الصغير آر على أج يساوي قاعدة الكبير على ارتفاع الكبير ثمانية على أربعة وعشرين كل الطرق تؤدي إلى المية طرفين وسطين ثمانية أج يساوي أربعة وعشرين آر هسا دخلت بمفترق طرق لو أقول الأج يساوي ثلاثة آر هذا احتمال لو أقول الأر تساوي ثلاثة أج يا طريق من ذول يشتغل إذا السؤال يسأني عن الأج يعني وصلتني رسالة مستعجلة تقول لي اجعل قانونك بدلالة الأج إذن سأقول الأر تساوي ثلاثة أج ألم ودعوضها بالقانون أجعل القانون بدلالة أج من إجا السؤال مرة ثانية بالوزاري قل لي جد معدل تغير نصف قطر السائل عندما يكون نصف قطر السائل يساوي أربعة يعني وصلتني رسالة تقول لي اجعل قانونك بدلالة آر فاش رح أقول هنا رح أقول الـ يساوي ثلاثة آر على مودي هنا من عوض مكان الـ ثلاثة آر أجعل القانون بدلالة آر إذن هذا سويت بدلالة اش تققية عوضت وطلعت الـ من وعدها مداخلة على هذا السؤال نعم نعم احنا مدرستنا تستعمل التان فيتا اي بابا اش دا اقول لشان بكيف تردين التان تردين الكوتان تردين التشابه يعني هس هنا يجي طالب يقول من تشابه المثلثين وعجبه يقول المثلثين يقول لي آر على ثمانية إذن قاعدة الصغير على قاعدة الكبير يساوي ارتفاع الصغير على ارتفاع الكبير من رح يقول طرفين يساوي وسطين يطلع لي نفس الجواب لو ما يطلع نفس الجواب شو تقولين رح يطلع نفس الجواب اذا فاهمنا كيف تردين التان تردين تشابه المثلثين بعد اللي عيدها سؤال استاذ نعم استاذ اكو السؤال وزاري ما عرف بالمنزمة ما النصر يتقرب للأنب اي هذا السؤال بكومة مشاكل السؤال هذا كان خطأ حتى بالوزارة كان خطأ ليش استاذ يعني هنا الارنب الصقر من وقف على الشجرة الشجرة ارتفاع ثلاثة متر المفروض ارتفاع الشجرة ثابت لكن الصقر من اتحرك فصار بعد الشجرة بعد يكون الهدور يعني ارتفاع الصقر عن الارض صار في حالة متغير لذلك الصيغة اللفظية كلها خطأ شكلا ومضمونا فبعد ما يتكرر السؤال مرة ثانية اقاني هذا نفصل على اليوتيوب وقال لكم السؤال خطأ ويكون صحيح اذا صار به فالتغيير معين تشوفون الساعة السؤال من اجاب الوزاري بان هنا راد معدل تغير نصف قطر السائل اذا معناها وصلتني رسالة تقول لي اجعل القانون بدلالة ار وجعلت بدلالة الار وبعدها اشتقيت اذا وقتنا مر بسرعة البرق هذا السؤال من اجاب الوزاري ما قال لي تشابه مثل ثانيا قال لي هنا رمل ناعم يتسرب على ارض مستوية مكونا مخروطا دائريا قائما فيكون ارتفاعه مساويا الى طول قطر قاعدته يعني هنا هو نطاني العلاقة الثانوية هو نطاني العلاقة الثانوية اج يساوي اثنين ار ايضا اكتب قانون الحجم وعوض مكان الاتش اثنين ار وبعدين اجي اشتق اشتق اعتيادي سؤال المصدر الضوئي الوقت انتهى وبعد شوية عندي درس للطلاب اذا بنفس الاسلوب ان شاء الله باشر رح نحجي الاسئلة المتبقية انمر عليها مرور سريع ورح نبدي بموضوعنا الثاني اللي هي مبارهنة رول والقيمة المتوسطة والتقريب وناخذ ان شاء الله النهايات ورسم الدوال اذا شكرا لحضوركم اليوم ولقاءنا باشر ان شاء الله بنفس الترتيب فياماننا